مرحبا بكم أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردغان أعلن أن ما حصل في إدلب هو انتهاك صارخ للتفاهم الذي تم التوصل إليه مع روسيا وستترتب عليه عواقب بالنسبة للنظام السوري وأكد أردغان أن بلاده لن تتيح للنظام السوري فرصة ليكسب مزيدا من الأراضي في إدلب وأضاف لا دعية لندخل في اجتباك مع روسيا هذا وقالت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون سوري نزح جراء التصعيد العسكري لقوات النظام وحليفتها روسيا في شمال غرب سوريا وأوضح المتحدث الإقليمي باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي نزح نحو 520 ألف شخص من منازلهم 80% منهم نساء وأطفال وتعد عملية النزوح الحالية من أكبر موجات النزوح منذ بدء النزاع في سوريا هذا وتوجه النازحون وفق الأمم المتحدة بشكل خاص إلى مدن أو مخيمات للنازحين قرب الحدود التركية في شمال غرب إدلب كما انتقل عشرات الألاف إلى مناطق عفرين وأعزاز في شمال محافظة حلب المجاورة لجأنا لأنه بهذه المناطق كلها ما فيه أمان ما فيه أمان أبداً والخدمات من صفر ما فيه ما فيه خدمات أبداً لا ماء لا كهرباء ما فيه أي شيء وفي نفس الوقت الواحد هو قاعد ما بيعرف إمتى تتجي قزيفة وإمتى تتجي صاروخ والله المستعان بس طلعنا من ضرب الطيران والله على ضيعتنا أربعين صاروخ نزلين علينا وطلعنا بهالمتورات أهل أولاد ناس ضلت ناس اطلعت جينا على دمنا وجينا لهالأرض وبركنا أولادنا نصجت عريانا حفيانا يعني ما جبنا أي غرض معانا يا دوبه كل واحد شال له حرام بإيده بليان وطلعنا وجينا وتركنا كل شيء وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من ريف إدلب الزميل علاء الدين اليوسف مراسل الجزيرة مباشر علاء مرحبا بك تفضل نعم محمد حقيقة قبل قليل كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردغان ونظيره الروسي طبعا الاتصال كان أردغان لبوتين مستمرون في استخدام حقنا المشروع في الدفاع عن النفس ضد أي هجمات مماثلة بأقصى حزم أيضا ذكر أردغان أبلغ بوتين أن استهداف القوات التركية يعد بمثافة صفعة لأجهود المشتركة لإحلال السلام في سوريا طبعا هذا الكلام محمد أتى بعد استهداف القوات التركية التركية مرتين يوم أمس كان هناك استهداف لنقاط المراقبة التي أنشئت حديثا في منطقة سراقب واليوم قبل ساعة من الآن استهدفت قوات النظام السوري أيضا نقطة مراقبة في ريف حلب الغربي القريبة من صوامع خان طومان إذن هناك تصعيد محمد عسكري هناك تصعيد سياسي في اللهجة بين الطرفين بالإضافة إلى استهداف النقاط التركية حقيقة والتي تعد هي تطور واضح بين الجانبين والتي قد تؤشر إلى خلاف بين الجانب الروسي والجانب التركي أيضا محمد كان هناك قبل قليل تصريح لوكالة سانة التابعة لقوات النظام السوري قالت أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن وجود القوات التركية هو وجود غير قانوني ويشكل عملا عدائيا صارخا فإنها تشدد بالوقت نفسه أنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل هذه القوات ضد قواتنا العاملة في المنطقة أيهم يريدون إيصار رسالة أن العملية العسكرية مستمرة باتجاه الطريق الدولي M5 و M4 وأنها سترد على أي قصف من قبل القوات التركية القوات التركية حتى هذه اللحظة محمدية في حالة الدفاع حتى الآن الرد التركي هو ردا على قصف القوات النظام السوري عليها قوات النظام السوري محمد تقدمت اليوم في لربما بضع قرى صغيرة في شرق الطريق الدولي M5 شرق مدينة سراقب أما في المحور الغربي كان هناك معارك عنيفة مع قوات المعارضة في محور النيرب إلى الوضع الإنساني محمد لا يزال عشرات لا تزال عشرات الآلاف حتى هذه اللحظة تنزح باتجاه الحدود التركية السورية إليك محمد شكرا جزيلا لك علاء الدين اليوسف مراسل الجزيرة مباشر على هذه التفاصيل نقلتنا إلى صورة ما يجري في إدلب مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المسائية شكرا على طيب المتابعة نلقاكم غدا بمشيئة الله في مسائية جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء اشتركوا في القناة